في مجال الجيم ارت بالنسبة للكاركتر ارتست بيبقى فيه اختيارين اما انك تتخصص اكتر في شغل ال 2D او تروح ناحية 3D طبعا الاختلاف كبير ما بين الاتنين بالنسبة للبيبلاين والخطاط بتاعت الشغل والاوتبوت وده بيفرق في التكلفة والوقت بتاعت تنفيذ اللعبة انا عمر منصور سينير كاركتر ارتست شغال مع ديجي منسترز في اليو كي وبقالي اكتر من 12 سنة في المجال في الفيديو دوت هناخد بشكل مفصل الجيم كاركتر ارتست وازاي التصميمات التو دي بتتنقل لثري دي والمهارات اللي انت بتحتاجها تكون عندك والمصادر اللي ممكن تساعدك في كل جزئية التو دي كاركتر ارتست دوره بيبدأ بالكونسبت ارت ودي المرحلة اللي اسمها التو دي دزاين بانه نشوف المود العام للجيم والارت ستايل ماشي ازاي والجيم بلاي لكل شخصية هتتعمل ازاي وده طبعا بيتعلق برؤية الارت ديريكتور لكل الشخصيات سواء كانت هي هيروز كريتشرز انامالز روبيتز او زومبيز ويشتغل على تصميم ورسم الشخصية من جميع جوانبها او بما نسميه بيعمل موديلشيت للشخصية من الفرونت السايد الباكسايد او تري كوارتر عشان يكون واضح تفاصيل ومظهر الشخصية من جميع الجهات وكمان ممكن يعمل تصوير لتصميم الشخصية اثناء الحركة تقدر تتعلم قصص تصميم الشخصيات في الالعاب من 2D character design track على cg master academy وكورس اسمه complete guide to drawing 2D characters على udemy بعد مرحلة designing مرحلة 2D painting بتبدأ بعد كده 2D character artist بيبدأ باستخبام photoshop او illustrator علشان يشتغل اكتر على الالوان والcolor theme الخاص بالكاركتر وتوافقه مع اللعبة ككل طبعا الالوان اللي بتتحط الملابس الشخصية بتعتمد على حاجات كتير لو الكاركتر مثلا شخصية انسان هل حيحط الوان وقعية من الطبيعة ولا الالوان خيالية للخمات والملابس اللي حيلمسها هتبقى من الخيال ولا لها طبع من اختلف لو حيوان هل الالوان وعينه وجسمه شبه الحيوان الحقيقي ولا هتبقى خيالية هنا بيحتاج يكون عنده دراسة جيدة لنظريات الالوان ومعاني الالوان في الشخصيات ودللتها ودي character art guide workshop من dota 2 الجيم وحتوضح لنا تفاصيل اكتر من اول طريق التصميم الشخصية لحد مرحلة اختيار الالوان وبكده مهمات الـ 2D character artist بتكون انتهت وبيسلم الرسومات للانيميتر في شكل vectors او layers بتكون بمسمياتها اللي بتعبر عن المحتوى ومفهومة علشان الانيميتر يعرف يشتغل بيها animation على spine spirit او حتى unity الـ 3D character artist دوره بيبدأ بعد ما يكون الـ concept artist انتهى من رسم سكتشات افكاره وتصوراته عن كل شخصية في اللعبة بيبدأ اربع مهمات تانيين زي المودلنج، التكسشيرنج، اليو في انراپنج، والري توبولوجي اول مرحلة بيبدأ 3D modeling للشخصية على برنامج زي 3D Max, Maya, Mudbox او ZBrush اللي هم برامج بتحاكي الناحة بالسلصال هنا مثال لشخصية ايفرن من لعبة league of legends في مرحلة الـ concept لحد مرحلة الـ sculpting في المرحلة دي بتبتدي تبان اهمية مهارة التشريح ومهارة الرسم بالنسبة للمصمم الشخصيات سواء كان 2D او 3D مهارة الرسم انه بيعرف يحط افكاره على ورق سواء ورقة او قلم بجد او في الـ digital sketching باستخدام برامج الرسم زي فوتشوب او illustrator مهارة التشريح مش بس الجسم الانسان وانما للاجسام الحيوانات الفكرة بس مش ان احنا نعرف نرسم ابعاد الشخصية صح وانما نعرف نعملها هيكل عظمي مظبوط لان بناءا عليه بتتحرك الشخصية في مرحلة الـ animation فلو الهايكل العظمي بتاعها مش مظبوط حنلاقي الحركة بتاعت الشخصية مش مظبوطة كمان التشريح ده بيعلمك ازاي لو هتعمل شخصية خيالية او فيها تحوير لجسم الكائن بتعمل التحوير ده مظبوط وبيكون مريح للعين زي مثلا شخصية جيلو من league of legends هتلاقي الجسم صحيح من الشبه الانسان العادي انما معمول بحرافية عالية جدا وكمان مراعي ابعاد الراس بالنسبة للجسم ومكان المفاصل وتانية الرجبة مظبوطة وطريقة مسكة ايده للسلاح منطقية جدا ومفاش حاجة مش مريحة للعين وهنا برشح ليكو الكورسات المقدمة من سكوت ايتن في تشريح جسم الانسان والعضلات اللي موجودة على الموقع بتاعه وكمان برشح ليكو الكتاب بتاع the art of animal drawing by ken haltgren مفيد جدا للتشريح اجسام الحيوانات بعد مرحلة الموديلنج بتيجي مرحلة retopology ودي اننا نخفض مساحة الكاركتر في ملف الجيم علشان تكون الجيم متناسبة مع امكانيات الموبايل في النسخة اللي هي باع الموبايل وده بيتم ببرامج كتير زي 3d code او topo gun المرحلة دي ببساطة بنبص على الموديل بنلاقي انه مكون من polygons اشكال هندسية كتير جدا في مساحة معينة في حين اننا لو قللنا عددهم ودمجناهم في مسلسات اكبر وحنلاقي ان لسه جزء من الموديل محتفظ بالشكل بتاعه والكيرف محصلوش حاجة بس في المقابل احنا خفضنا حجم الملف في الكاركتر جوه اللعبة الديب topology بتكتسب مهارته مع الوقت والممارسة بعد وقت بتكون فهمة الانيميتر عايز الشغل مظبوط ازاي في موقع سيجيتاريان هتلاقي كورس بعنوان intro to modeling in production modeling course online مفيد ليك كبداية في الري topology 3D character artist بيكمل بانه يعمل UV unwrapping باستخدام برامج زي UV layout او rhythm UV وهو انه بيفرد الموديل اللي عمله الشخصية على شكل ورقته دي علشان يعرف يضيف كل جزئية بالتحديد الملمس بتاعها وده بيساعد جدا في المرحلة اللي بعدها اللي هي التكسيرينج واللي فيها بيضيف الملمس الخاص بالشخصية زي الشعر الجلد الدوافر الملابس القماش الصوف وكمان بيضيف الملمس للassets مع الشخصية زي الاسلحة في برامج زي ماري وSubstance Painter متخصصة في اضافة الملمس البرامج دي بتسرع الشغل بتاعك وبتقدر تشتعل على الموديل بتاعك وتشوف نتيجة شغلك بسرعة وبرامج زي مارفلس دزاينر بيساعدك جدا في اضافة الملابس للشخصية بيعمل لك simulation للملابس عشان تشوف الخامة والتنايات بالنسبة للموديل نفسه وتأثير الجاذبية عليها مهارة اضافة الملمس دي مهم جدا وصعبة ببعض الاحيان فمثلا شعر الكاركتر بيتحط له خصلة خصلة على الرأس او الجسم كأنه المصمم بيعمل بروكا ديجيتال وده اسمه تكنيك الهير كارتز وكذلك هو بيضيف البوليجون كارتز عليها تكسشر الفا لتشعر وبيرسمهم واحدة واحدة في تعلم 3D character texturing كبداية برشح لي كورس character texturing for games in substance CG Master Academy 3D character artist ممكن يستخدم بعد كده real time render engine وده برامج بتمين للموديل على طول من غير process the offline rendering ومن غير حسابات الإضاءة واللي بتحتاج وقت كبير جدا علشان يحسب مثلا أشاهة الإضاءة اللي طالعة من اللومد وانعكسها على الشخصية عشان يبين النور بشكل طبيعي وده في الجيمز اسمه الPBR Physical Based Rendering طريقة لترجمة الخامات على الكمبيوتر الديجيتال بشكل واقعي زي خامة الحديد اللي لها لمع معينة في الواقع محتاجين نظهرها في الجيم فبنستخدم تكنيك الPBR علشان نوصل لنفس النتيجة على الPC فبتيجي برامج الجيمز الreal time زي مارمو ست، يونيتي وانريل وبتوفر وقت كبير وبتقوم بعملية الPBR Physical Based Rendering كده مهمات 3D Character Artist بتكون انتهت وبيسلم المودلز للانيميتور في شكل ملفات مايا او ماكس عليها الشيدرز مظبوطة والملف نضيف ومتسمي تسميات صحيحة ومعبرة حتى الـ Groups للـ Objects بتاعت الشخصية هي كمان بتكون متسمية ونضيفة أخيرا فيه كوميونيتز كتيرة مفيدة أكتر للكاركتر أرتست لمتابعتها وبرشح لكم منها Art Station تقدر تتابع عليها شغل الفنانين وشركات الجيم أرت كمان وفيد ليك جدا تتعلم منه وتعرف مستواك والـ Trends الجديدة في التصميم ZBrush Central هو خاص ببرنامج ZBrush Sculpting تقدر من خلاله تتابع شغل الفنانين المهتمين بالـ Digital Sculpting وتعرض شغلك عليه وتعرف آخر التطورات وتاخد Tips بالجزئية دي Polycount هو مجتمع رقمي لكل المهتمين والمتخصصين في 3D Game Art وبتستفد منه أنك تتابع أخبار المجال والتطورات والـ Trends الجديدة وتشارك عليه بشغلك وتدخل كمان Art Challenges اللي بتتعامل كل فترة أخيرا برشح لكم متابعة CG Society بيعرض آخر التحديثات في مجال Digital Art للفنانين والمهتمين بالـ Computer Graphics نهاية علم إزerme svرة التقطة ترجمة نانسي قنقر